اشتركوا في القناة وبرك على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي اليوم في إطار الأنشطة العلمية والفكرية والدينية التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بالرباط ويأتي هذا اللقاء لنقف وقفة تأملية حول هذه الجائحة جائحة كورونا في موضوع يحتل مكانة لدى المجتمع المغربي ولدى كافة المواطنين المغاربة وموضوع اليوم هو التأطير الديني في ظل جائحة كورونا وخير ما نفتتح به هذه الندوة هي آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ الأستاذ عبدالطيف الوزقاني فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ على سُبْرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عليها مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّمْ مَعِينَ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُؤْلُءِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وجزاكم الله عنا خير الجزاء مشاهدي الكرام كما قدمت لذلك حول هذه الندوة التي تتمحور حول موضوع التأثير الديني في ظل جائحة كوفيد-19 والتي تدخل في إطار سلسلة الندوات والمحاضرات التي يقبها المجلس العلمي طيلة السنة وهذا الموضوع لمناقشته ولتسليط الضوء عليه يحضر معنا ويشارك معنا أساتدة أجلاء يشارك معنا الأستاذ نعيم غنام العضو بالمجلس العلمي المحلي بالرباط والأستاذ عبد الكامل أبو العمان الإمام والخطيب والأستاذ يوسف حاني إمام مرشد ومنصق للمرشدين والمرشدات ولعل مشاهدي الكرام هذا الموضوع يحتلوا مكانة كما قلت بالغة الأهمية لدى المواطنين ولدى المشاهدين الكرام ولهذه الغاية سنحاول أن نتقاسم بعض الأفكار ونتقاسم وننسلط الضوء على هذا الموضوع وعلاقة التأثير الديني وما بدله المجلس العلمي من المجهودات خلال الشهور الماضية لفترة أكثر من ثلاثة شهور ونبدأ بسؤالي الأول مع فضيلة الأستاذ عبد الكامل أبو العمان الإمام الخطيب سيد الفاضل سيد عبد الكامل هذه الجائحة عشناها جميعاً وعاشها المغاربة وعاشتها البشرية جمعاء في فترة تزيد عن ثلاثة شهور ونحن نعيش ظروف هذه الجائحة في رأيكم أستاذ الفاضل ماذا تشكل هذه الجائحة وكيف عاشها المغاربة وعلاقة التأثير الديني في هذا الموضوع في كلمة تقديمية أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلامة سليماً كثيراً لشكة كما هو معلوم أن المغرب يعيش ظروفاً استثنائية كما يعيشها العالم مع هذه الجائحة جائحة فيروس كورونا أو كوفيد 19 هذه الجائحة جعلت المغرب يعيش أيضاً كما العالم ظروفاً استثنائية يعني جعلته ينخرط في مجموعة من التدابير التي أطلقها مولانا أمير مؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والتي اعتبرها العالم بشهادته أنها كانت تدابير استباقية جنبت المغرب كثير من المخاطر المضاعفة التي كانت يمكن أن تصيب بلدنا والعيذ بالله ولكن هذه الاستباقية جعلت من التدابير الاحترازي التي اتخذها المغرب ولله الحمد جداراً وقائياً يعني جنبنا كثير من المضاعفات التي كانت يمكن أن تقع وبالتالي في إطار هذه التدابير الاحترازية انخرطت جميع المؤسسات في بلادنا وجميع الوزارات وجميع المنظمات والهيئات وكل النشاطة يعني خلطوا في هذه التدابير الاحترازية مما نتج عن ذلك فكرة العمل عن بعد والتدريس عن بعد كتدبير من جملة التدابير للحد من انتشار هذه العدوى فكانت المؤسسة العلمية أيضاً بدورها انخرطت في هذه التدابير لماذا المؤسسة العلمية سوف تنخرط في هذه التدابير؟ لأن هذه التدابير هي تهم الشأن العام وتهم الجانب الاجتماعي ولذلك عندما طلب من لانا أم المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من المجلس العلم الأعلى النظر في إصدار استوى تتعلق بإغلاق المساجد في ظروف الجائحة كان المجلس العلمي الأعلى تحرك بكل عزيمة لإصدار هذه الفتوى لماذا؟ لأن المساجد تحتل المساحة القبرى في الازدحاء مفتكة الجماعي داخلها إلى غير ذلك فإذا كانت فكرة إغلاق المساجد الهدف منها هو الحد من نشر هذه العدوان إن بوية الله سبحانه وتعالى دائما مفتوحة في التاريخ وفي بوية أذن الله أن توفعها واذكر في اسمه يسبح له فيها بالغضوء والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيعون عن ذكر الله وأعقام الصلاة ولكن الهدف وهذا ينبغي أن يفهمه الجميع وهدف العالم نعم الرسول الصلاة يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا في العالم لا يمكن أن نقوله نحن نصله في المساجد ونتوكله على الله والله تعالى يحفظنا لا الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية دياله كان دائما الأمور التي تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات واتخاذ التدابير والأخذ بالأسباب كان دائما يتخذ فيها الأسباب يعقيلها وتوقع إذن فكانت هذه البادرة ثم بقيت مسألة أخرى وهي قد يتواصل المجالس العلمية مع جمهور المواطنين تماما من خلال الوعاد ومن خلال العلماء إلى غير ذلك المجالس العلمية بدورها لم تنقطع عن عملها بل واصلت عملها أيضا عن بعد والحمد لله من خلال هذه التقنيات الحديثة يعني تم إنجاز العديد من الدروس السمعية البصرية التي تم إنجازها من طرف الوعاد والمرشدين والعلماء والتي كانت تخضع لمعالجتين دقيقتين وكان هناك تضافر الجهود في هذا البناء نعم شكرا سيدة عبد الكامل على هذه الكلمة حقيقة تقديمية والتي أعطت إضاءة لمجهود ولموضوع التأطير الدين وعلاقته والمغاربة الحمد لله الدين في قلوبهم والإيمان في قلوبهم فكان تجاوب كبير في هذا المجال نمر عند الأستاذة الجليلة دكتورة نعيمة أغنام وحضور المرأة بلا شك سيدتي الفاضلة كان حاضرا وموجودا في ظلم واكبة المجلس العلمي لهذه الجائحة جائحة كوفيد-19 أستاذة الجليلة ماذا يمكن أن نقدم المشاهدين أو نتحدث المشاهدين عن دور المرأة العليمة المرأة الواعدة المرأة المرشدة ودور المجلس العلمي من خلال الندوات التي أقيمت خلال تقريبا أربعة أشهر من الجائحة التي عاشها المغاربة بجميع الأصناف كبارا وصغارا أطفالا رجالا ونساء والموضوع هو المرأة ومدى مساهمتها في هذا الموضوع تفضل سيدتي بسم الله الرحمن الرحيم خير فتنة فالله سبحانه وتعالى من سننه في الكون هذا الابتلاء لعباده ليختبرهم ويمتحنهم هل يصبرون عند الابتلاء؟ أو وهل يشكرون عند الخير كذلك؟ ويؤذون حقه فهذه من سنن الله سبحانه وتعالى وهذه الجائحة التي اجتاحت العالم أجمع ومن ضمنها المغرب وهذه الجائحة أبانت على أشياء في القيادة المغربية وكذلك في الشعب المغربي فالقيادة المغربية برئاسة صاحب الجلالة حفظه الله ونصره أبان عن حنكة كبيرة وعن تدبير محكم لاجتياج هذه الجائحة وكذلك كان بما يشهد به العالم أجمل وكذلك الشعب المغربي بكل فئاته وبكل طبقاته امتتل لهذه الأوامير وهذه التدابير وكان منضبطاً في امتتاله لهذه المسائل وأبان عن أشياء كثيرة منها تضامنه ومنها تضحيته ومنها يعني بعد المسائل التي كانت غير ظاهرة فظهر فيها يعني ابتكارات للمغاربة وبالنسبة كذلك لاستعمال هذه التقنيات الحديثة فاستعملت في جميع المجالات سواء في الإدارات أو في التعليم وبالنسبة للمجلس العلمي للرباط وبالخصوص خلية المرأة فكذلك استجابت لهذا الأمر وكانت يعني محضرة عدة برامج لم تكتمل بعد فتلقائياً استعملت هذه الأدوات الحديثة يعني التقنيات الحديثة من واتساب وزوم وسكايبي يعني كل وهواتف وكل هذه استعملت في تتميم البرامج التي كانت يعني مسترة لتنفيذها ويعني سوف نتكلم عن هذه البرامج إن شاء الله شكراً سيدتي على هذه الكلمات التقديمي أولاً حول هذا الموضوع الذي كما قلت دائماً وكما قدمت لذلك بداية فهو يحتل لواحد مكان كبير عند المجلما المغربي وعند المواطن المغرب يحضر معنا كذلك الأستاذ يوسف حاني خارج من خارج هذا الفضاء ويشارك معنا الأستاذ يوسف حاني الأستاذ يوسف حاني كما قلت هو إمام مرشد وبنصق للمرشدين والمرشدات تابع المجلس العلمي برباط في البداية أستاذ يوسف حاني السؤال نريد أن يطلع المشاهد الكرام ويطلع المشاهدين والمشاهدات عن الدور ما هو دور هذا الوعاد المرشدين والمرشدات حقا نستمع إلى الواعد والواعدة والمرشد والمرشدة ما هو الدور ذي لهم ما كانتهم العلمية والتقافية وبماذا قامت هذه الفئة التي قامت بمجهودات كذلك وواكبت بضورة هذه الجائحة ماذا يمكن أن تقول لنا الأستاذ يوسف حاني عن دور هذه الفئة من الواعدين والواعدات والمرشدين والمرشدات بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم نعم وصحاباته أجمعين وبعد في البداية تحية خاصة لكم فضيلة الأستاذ سدي عبد الكامل دينيا وتحية لضيوفك الكرام والشكر موصول لكم على هذه الدعوة والاستضافة كما ذكر الأستاذ الكرام بأن المجالس العلمية وخاصة المجلس العلمي المحلي للرباط انخرطه وكذلك في هذه الجائحة جائحة كورونا خلال هذه الثلاثة الأشهر الماضية وكانت له مشاركة فعالة ودور بارز بالإضافة إلى الفاعلين الآخرين في المجتمع والفئة التي أمثلها هي فئة الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط وأستسمحك فضيلة الأستاذ عن تعريف موجز بهذه الفئة الأساتذة أو الأئمة المرشدون والمرشدات هم خريجوا معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات هذا المعهد الذي له صيت عالمي يتخرج فيه أئمة وخطبة وعض من المغرب ومن إفريقيا ومن قارة آسيا ومن قارة أوروبا هذه الأئمة المرشدين والمرشدات هم يخضعون لسنة تكوينية في هذا المعهد قبل ذلك يدخلون إليه بشروط خاصة لن أفصل في هذه الشروط ثم يخضعون إلى تكوين يدوم مدة سنة ثم يعينون بعد ذلك في مختلف المجالس العلمية على صعيد الأقاليم وعملات المملكة حسب الخصاص في كل جماعة أو في كل إقليم وعمالة بالنسبة للأئمة المرشدين والمرشدات بمدينة الرباط فهم كذلك انخرطوا بقوة في هذا البرنامج الذي وضعه المجلس العلمي المحلي للرباط وقاموا بإعداد مع بداية الجائحة قاموا بإعداد برنامج عملي عملي عن بعد وهذا البرنامج يضم شقين الشق الأول وهو تعاملهم مع القيمين الدينيين وتأطيرهم لهؤلاء القيمين الدينيين الشق الثاني يضم عامة المواطنين والعمل مع المواطنين والمواطنين وقبل ذلك كان لهم مشاركة ضمن اللجان التي أسستها وزارة الأقاف والشهر الإسلامية وكذلك اللجان اليقظة للمجلس العلمي الأعلى فمثلا أنا منسق الأئمة والمرشدين والمرشدات في مدينة الرباط عوضوا في الجنة اليقظة الجهوية لجهات الرباط سالة القنيطرة التي رأسوا السيد المندوب الجهوي لشؤون الإسلامية لها الجهة عوضوا في الجنة اليقظة بالمجلس العلمي المحلي للرباط وعوضوا كذلك في الجنة اليقظة بالمجلس العلمي على خلية المرشدين والمرشدات إذن مشاركة الخلايا ليقضى ثم كذلك عمل على الميدان عمل على الميدان ميداني نعم فالشق الأول الذي يشغلون معهم فئة القيم الدينيين من الخطباء ووعاض ومنظفي المساجد وإمام الديني نعم هناك كان في هذه الفترة خلال الثلاثة الأشهر الماضية كان هناك تواصل دائم لأئمة المرشدين مع الفئة القيم الديني أولا يسألون عن أحواله وعن أحوال عائلاته يقومون بدرس طيرية لهذه الفئة كما كانوا يؤطرونهم على الميدان قبل الجائحة يقومون بعملية تحسيسية لهؤلاء القيم الدينيين بكل ما يتعلق بهذا الوباء من النظافة والتزام بأوامر السلطات المحلية والحفاظ على مظافة المسجيد وتعقيم المسجيد كذلك يحرصون على تتبع رفع الآذان في المساجد بكيفية منتظمة كذلك هذا بالنسبة للشق تعاملهم مع القيم الدينيين بالنسبة لتعاملهم مع عامة المواطنين والمواطنات كان لهم عمل شبه يومي حتى أن في البرنامج هناك برنامج يومي يضم عدل ستة أيام في الأسبوع إلى سبعة أيام قصة في شهر رمضان كان تواصل مع المواطنين والمواطنات لمدة سبعة أيام في الأسبوع يعني بشكل يومي في شهر رمضان قصة نحن نعرف شهر رمضان وحاجة المواطنين والمواطنات لهذه المسائل الروحانية والأسئلة الفقهية في هذا الشهر الكامل فقام من خلال تقارير الأئمة المرشدين والمرشدات لإظهار العمل الجبار والكبير الذي قاموا به خلال هذه الجائحة في ظرف ثلاث أشهر أول شيء حرصوا على استعمال جميع الوسائل المتاحة من تسجيلة صوتية، تسجيلة مرئية، مختلف وسائل التواصل الاجتماعي انتقلوا بعد ذلك الانتقال بالتطور الرقمان انتقلنا إلى المسطحات الأخرى التي تستعملوا في هذا المجال قمنا بمجموعة من الدروس في التوعية بصنف بداية الوباء، بتوعية الناس بإنشاء مجموعة من كما قلت مجموعة من المجموعات تواصلنا مع الناس في مسألة هذه الجائحة وأنه ابتلاء من الله تبارك وتعالى والمؤمنين بغي أن يصبر على هذا الابتداء وأن يكون متفائلان وقدمنا لهم مجموعة خاصة المرشدات، فئة المرشدات مع النساء قدمت مجموعة من الدعم النفسي للناس وبعد ذلك أقدرنا إن شاء الله تعالى بعد كلام الأساتذان نعطيك بعض إحصاءات المرشدين ومرشدات في تعاملهم مع كافة المواطنين ومواطنة في مدينة الريضان شكرا لكم سيدي يوسف حاني على هذه الإضاءات حقيقة أعطيتنا واحد الإفادة ونورتنا ونورت المشاهدين على الدور الفعال التي يقوم به الواعدين والواعدات وعلى البرامج والجدولة ديال البرامج والمجهودات التي قام بها المجلس العلمي منذ انطلاقة هذه الجائحة يعني منذ بداية شهر مارس 2020 ونعود إلى الأستاذ سيدي أعبد كامل أبو العمان أستاذ لا شكافي خلال هذه الجائحة المجالس العلمية كما قلنا بالصفة عامة ومنهم حلنا نتكلم اليوم عن مجهودات المجلس العلم المحلي بالرباط كانت هناك محاضرات كانت هناك ندوات وضفتم تواصل وسائل تواصل كلها وضفتمها وكان وهذا نفخر به المجلس العلمي كان عند الحدث كان حاضراً بمؤهلته وكفاءته فقمت بمحاضرات سواء على مستوى التواصل أو في إطار مع إداعة محمد السديس التي سنتحدث عنه والتي كانت واكبت هي بدورها قناة وإداعة هذه الجائحة ما هي هل كان تعطينا بعض الإضاءات أو بعض الإضاءات والتنويرات على ما قمت به من المجهودات في هذا المجلس دعا بكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصحبه الإجماعين لش كأن رسالة الدين في تاريخ البشرية دائماً هي رسالة تدعم الجانب الروحي في حياة الناس بالإضافة إلى جوانب أخرى وحاجة الناس إلى الدعم الروحي في زمن الجائحة في زمن كورونا كانت حاجة ماسة بالإضافة إلى الدعم النفسي الذي قدمه الأطور العلمية والطبية في هذا المجال لكن الدعم الروحي يبقى أساساً بالنسبة للمسلم لكي يتقوى به على مواجهة المخاويف التي تحيط به والتي تربكه وتجعله في حالة من الاضطراب فكان المجلس العلمي حاضراً في مواكبة هذه الحاجة بالنسبة لجمهور المواطنين والمواطنات في بلادنا فقدم وعاده وواعدته مجموعة من الدروس والمحاضرات التي لمست جميع الجوانب وكانت طريقة المعالجة طريقة محكمة ومنضبطة فكما قالت أستاذتنا الفاضلة الدكتورة الغنام أن الابتلاء في المفهوم الديني عندنا في الإسلام هو ليس عدباً كما يعتقد البعض نعم العدب في الإسلام أو في السيق القرآني يأتي بلفظ المؤاخذة فكلاً أخذنا بذنبه لكن الابتلاء هو السنة الله تعالى في عباده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكموا أحسن عامله وهو العزيز الغفور إذن الله سبحانه وتعالى يعني يختبر عباده بالخير وبالشر وهذا الابتلاء بهذه الجائحة يعني قد يكون خيراً للبشرية نعمة ربما قد ينقل البشرية إلى تطور منتظر في المجال الرقمي في رقمانة الإدارة في تطور الطيب وطرق العلاج لأن البشرية دائماً كانت عبر مسيرتها يعني تواجه نكبات وتواجه مشاكل إلى غير ذلك فكانت طريقة معالجة السادة الوعاد والوعظات كانت معالجة فيها رسالة المحبة ورسالة الرحمة ورسالة المواساة خصوصاً إلى أولئك المصابين الذين أصيبوا بهذه الجائحة وبهذا الفيروس وإلى أولئك الذين فقدوا أحبتهم وأحباءهم فدائماً الذي يحمل رسالة الدين دائماً يحمل رسالة الرحمة ورسالة المحبة ورسالة المواساة إلى الناس ولا نؤول قدر الله تعالى بأفكارنا لأن ما يأتي في السياق العام في القرآن الكريم دائماً يبقى في السياقه العام وما يأتي على وجه التفصيل لا يمكن تفصيله إلا بأذلة مضبوطة ومقنعة أستاذ أنا بغيت نرجع معك مدى من الموضوع يتعلق بدور المجلس العلمي المحلي بالرباط والتأطير الديني بغيت نرجع معك حينما شاهدت العشرات من الدروس التي كانت موضوعة في الموقع المتعلق المجلس العلمي عشرات العروض من الوعاد والواعدين والمرشدين كيف تمت هذه العملية وأنتم شاركتم فيها والعداد من الواعدين والواعدات التي شاركوا في هذه العملية حول التذكار حول السكينة حول التضامن حول التكافل الجماعي حول الإيمان كيف أدبرتم هذه العملية في المجلس العلمي وكيف هيئتم لها أو استعدتم لها طبعاً عندما صدرت مذكرات العمل أو الاشتغال عن بعد كان المجلس العلمي أو المجال العلمي هي أيضاً مخاطبة بهذه المذكرة فتم تدبير هذا العمل عن بعد يعني في ظروف مستعجلة ولكن ولله الحمد يعني مدام المسلم يعني هو منخارط في تطورات محيطه الاجتماعي يعني وجدنا أن معظم الوعاد والواعدات يعني كلهم عندهم أحد وفير من التعامل مع هذه الوسائل التقنية من الهواتف الدكية ومن الحواسيب إلى غير ذلك فكان الأمر للحمد ميساراً لكن وضعنا من خلال توجيهات سيد رئيس المجلس العلمي سيد عبد الله ورحمة الله والسادة الأعضاء يعني تم التوافق على بعض الضوابط التي يتم بها إنجاز الدرس السمعي البصري لأنه ليس كدرس المسجد الذي قد استغرقه أربعين دقيقة فيتكلم الواعد يعني بكل راحته الدرس السمعي البصري يعني لا ينبغي أن يتجاوز خمس ست دقائق نعم بمهنة أن الكلمة فيه ينبغي أن تكون مركزة ومضبوطة نعم يعني محددة بل سيسمعوها العالم مهور المتنوع من أفراد المجتمع فمراعاة هذا التنوع للمستمعين يعني ينبغي أن نستحضره وهذا ما كان أن الإخوة يعني استحضروا هذا التنوع فهذه الأفكار نعكست في المواضيع التي تم التطرق إليها في دواء ضيب الإرشاد من خلال الوسائل السمعية البصرية فكانت مواضيع مختلفة وتفاعلية كانت مواضيع مختلفة يعني لمست الجانب الاجتماعي الجانب النفسي خصوصا أن بعض الواعدات التي ما شاء الله عندهم يعني ازدواجية في التكوين هناك منهم الطبيبات ومنهم المتخصصات في المجال العلم النفس يعني قدموا بعض المقاربات التي تجعل المستمعي في القرن الـ 21 وهذا مطالب الخطاب الديني مطالب يعني بهذا الانفتاح الرازين والانفتاح الوعي يعني قدموا رسالة جيدة وقدموا بعض النصائح للأسر خصوصا في الفترة هذه الحجر الصحي التي جعلتنا نلتزم بمقوت في بيوتنا حفاظا على صحتنا وصحة أبنائنا حتى لا تنتشر العدواء فقدموا بعض النصائح الدعم النفسي كيف يتعامل الأزواج فيما بينهم من خلال هذه المقوت ومن خلال الرتابة التي سيتعرضون لها في هذه المقوت فكان هذا التنوع إيجابي جدا وأنا أعتقد أن التجربة التي عاشها المجلس العلمي بالرباط والنجالس العلمية تجربة نوعية ستغني رصيده وستفتح للمؤطرين أنفاقا تصورية وجديدة في التعامل مع درس الوعد وكيفية بلوارة المهارات التي نبغي أن نحققها في درس الوعد والإرشاد إلى غير ذلك شكرا لكم أستاذ جليل أستاذ عبد الكامل أبو العمان على هذه الإضاءات حول جهودات المجلس العلمي وحول هذا التأطير الديني جهودات التأطير الديني التي تقوم بها في إطار المجلس العلمي المحلي لرباط ونعود مشاهدي الكرام إلى الأستاذة جليلة الأستاذة نعيمة غنام بعد كلمتها التقديمية حول هذه الجائحة وحول علاقة التأطير الديني بهذه الجائحة كوفيد-19 إلى أستاذة لو تكرمتي باش نعرف المشاهدين الكرام كذلك على البرامج ونحن نتكلم على خلية المرأة وضور المرأة في هذه الجائحة وسيسجل التاريخ كما سجل دائما الحمد لله وجود المرأة المغربية المرأة العالمة المرأة الواعدة المرأة المرشدة وتأطيركم الأستاذ الجليلة الأستاذ نعيمة غنام هي البرامج التي تم إعدادها وكيف دبرتم هذه المرحلة ولازلنا ندبرها بحول الله تعالى نعم تمت هذه البرامج كلها عن بعد في خلال هذه الشهور كلها فكانت هذه الدروس الواعدة تسجل في مدة أكثر مما كانت في المساجد طبعا ويرسلونها فكون المجلس العلمي لجنة علمية لتمحيص هذه الدروس ثم نشرها في موقع الرسمي للمجلس يعني في الموقع الرسمي للمجلس تجد كل هذه الدروس الواعدية وكذلك دروس يعني لتدبري صور الربع الأخير من القرآن الكريم ودروس يعني في كذلك في قراءة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية كذلك بعض الواعدات مهم يعني وكذلك قراءة للحديث الشريف في الأربعين النووية كذلك باللغة الفرنسية وهذا البرنامج كله يعني نفذ وما زال ينفذ خلال هذه المدة التي فيها التواصل عن بعد وهناك برنامج تكوين مستمر كذلك كذلك نفذ عن بعد من خلال وسيلة الواتساب نعم وتلقى فيه دروس لسيرة النبوية ودروس لقراءة القرآنية وكذلك دروس في تدبري صور القرآن الكريم ودروس في رسمي القرآن الكريم وتعليلي الرسم كذلك وكذلك هناك برنامج آخر يسمى برنامج يعني هذا البرنامج تكوين مستمر يسمى برنامج الإمام نافع نعم وهناك برنامج آخر يسمى برنامج عثمان بن عفان كذلك يبتع عبر وسيلة الزوم نعم فيه كذلك تعليم مخارج الحروف وتحيح تلاوة القرآن الكريم يعني ومن مزايا هذا التواصل عن بعد أنه يعني كل هذه الواعظات والمرشدات والمحفظات كذلك يعني اهتمينا بطريقة قراءتهن للقرآن الكريم ويعني أكدنا على أنها يجب أن تكون قراءة صحيحة منضبطة طبيعة الحال وكذلك هناك برامج أخرى للأطفال كانت هناك مسابقة مبرمجة في شهر رمضان للأطفال وكذلك قمنا بها عن بعد نعم وكنت أنا المؤطرة يعني بالنسبة لهذه المسابقة عن بعد كان عليها إقبال أكثر من المسابقات السابقة خاصة بالأطفال بحيث تقدم للمسابقة أكثر من مائة طفل وكلهم كانوا في المستوى وكلهم قراءة يعني فأخذنا منهم العشراء الأوائل وقدمنا لهم جوائز وكذلك النساء كنا يعني في المسابقات السابقة يعني يأتينا بقلة أما بهذا وسط التواصل كانت أكثر من ثمانين متسابقة وكذلك فجد الأولات الأوليات وأخذوا الجوائز والحمد لله والمسابقة وهذا السابق يعني الحمد لله يدل كل ما تفضلت بها لأنها شيئة كثيرة كل البرامج وغنية برامج قوية الحمد لله بمعنى أن المجلس الله وملك الحمد وهذا فضل من الله ونعمه وفضل مجهودات المجلس العلمي ورئيسه وأعضائه وأطوره المجلس ما عرفش توقف ما كنت شراحة كانت استمرارية الحمد لله في رسالة الإيمان نعم كان السيد الرئيس دائما يواكب هذه المجهودات ويتصل بنا ويسألنا يعني يعني يراقب الموقع يعني يشكر الأساتينا وهذا مجهود تشكرنا عليه جميعا ونعود مشاهدي الكرام إلى الأخ والأستاذ يوسف حاني الذي يجد خارج هذا الفضاء ويشارك معنا أستاذ يوسف حاني كما نعلم جميعا ويعلم مشاهدين أن هذه الجائحة إذا قلت أنها نقم ولكن كانت معها نعم كثيرة ربي أعطينا واحد نعم كثيرة ديالتوقف وديالتدبور وديالإيمان وديالفضاء الكثيرة وابتكارات وتأمون وتضامون وتعايش وكثير من الأشياء والأعلم بلاد نعم نعم توظيف وسائل المعلوميات والمنصات الإعلامية التي قد نقول لم يكن يعرفها البعض مثلا أو كانت تغيب عنه أو لا يستعملها كثيرا فأصبح أغلبية المجتمع المغربي بما في ذلك الوحاق والمرشدين والمرشدات يستعملون هذه الوسائل المعلوماتية للتواصل وهذا ما يقول الإعلام الديني عن قرب للتواصل مع المواطنين المغاربة وهذا التواصل عن الوحاق الذي عوض المغاربة عن الحضور في المساجد وعن دروس الوحاق والإرساد في المساجد إلى غير ذلك الأستاذ يسفحاني وأنتم كمنسق للوحاق والمرشدات إلى آخره كيف وضفتوا هذه المنصات وهذه المعلومات كيف استطعتوا توضفوا هذه الآليات في خدمة المجتمع وفي خدمة الدين ولفائدة المجتمع المغربي نعم أستاذ دينيا عندي بعض الإحصائيات التي شملت يعني المرحلة الأولى مرحلات الشهر الأول من الجائحة ثم التمديد في الشهر الثاني ثم إلى غاية 24 يونيو وصلنا إلى مرحلة دين التخليم أقدم لك بعض الإحصائات وأنت كما تعلم فضيلة الأستاذ بأن لغة الأرقام هي لغة معبيرة ولها دلالة مثلا هذه إحصائات لعمل أئمة المرشدين والمرشدات من مدينة الرباط الرباط يتوفر على مثلا على خمس جامعات تم تغطية التواصل الديني تغطية هذه الجامعات الخمس عدد المساجد التي تم التواصل مع أروادها عن بعد بلغة 220 مسجد وهذا يعني يعني غالب المساجد بقية المساجد قليلة يعني التواصل مع غالبية مساجد مدينة الرباط 220 مسجد بالنسبة لعدد المواطنين والمواطنات التي تم التواصل معهم خلال هذه الفترة هذه الثلاثة أشهر بلغة أزيد من 6600 شخص 6600 عدد القيم الديني الذين تم التواصل معهم بلغة 400 400 قيم ديني التواصل معه يعني تطير دياله بالنسبة لعدد الأطفال حتى الأطفال حتى الأطفال العدد ديالهم الذي تم التواصل معهم حتى كان عندنا برامج برامج حتى الأطفال برامج ترفيهية برامج لتحفيظ القرآن الكريم وسبقة تقافية لهؤلاء الفئة الأطفال تنزرع فيهم يعني الأمال والتفاؤل وحتى لا يبقوا رهيني يعني البيت نعم فهل عدد الأطفال أزيد من 8% طيف تم التواصل معه بأنشطة ترفيهية تعليمية إلى غير ذلك بالنسبة لعدد التسجيلات الصوتية لأيما المرشدين والمرشدة 800 طريبات الصوتية أول مرئية بلغت أزيد من 4 ألاف تسجيل صوتي ومرئي فهذه الفترة ديالة 6 أشهر هذه فقط فئة إما المرشدين والمرشدات ما عديتش لك ما عديتش العادة ديالة الوعاد وضم الإخوة والأخوات قد يطي الآخرين أو الضيوف قد يعطونا أرقام أخرى على الوعاد هذه فقط أزيد من 4 ألاف تسجيل صوتي أو مرئي خلال فترة الحجر الصحي بالنسبة للأيام الاشتغال ديالة الفئة اشتغلت بمعدل 6 أيام في الأسبوع وفي شهر رمضان كانت يوميا كان الاشتغال بشكل يومي وكانت يعني برامج متنوعة تقدمها هذه الفئة ديالأيام المرشدين والمرشدات سواء كما قلت للقيم الدينيين أو لعمة المواطنين والمواطنات فيها برامج تحفيظ القرآن الكريم فيها حصص الوعظ والإرشاد فيها أنشطة كما قلت ترفيهية وتعليمية للأطفال فيها الجانب التوعوي التوعوي بمخاطر هذا المراض والإجراءة التي ينبغي أن يتخذها الفرد في بيته مع أولاديه اتقاء لهذا المراض كانت كانت دورات فقهية حقا كانت دورات جميلة دورات فقهية حول فقه الطهارة هذه الفقهة الطهارة كانت دورات في الطهارة ونحن نعلم الطهارة في ديننا الإسلامي الطهارة هي شطر الإيمان شكراً سيدة يوسف حقيقة هذه معلومات غنية ومعلومات في غاية الأهمية الحمد لله كنشاهدوها اليوم وكنسمعوها وهذا مجلس العلمي هو نموذج من نموذج المجالس العلمية في المغرب التي كلها ولله الحمد واكبت واجتهدت وأقامت من مجهودة كبرى مواكبة لهذه الجائحة تحت إشراف المجلس العلمي الإعلى وبتوجهة سامية من أمير المؤمنين حفظه الله ورعه نعود مشاهدي الكرام إلى الأستاذ سدي عبدالكمل أبو العمان الخطيب والواعد أستاذ شاركتم في العديد من الندوات أو في عديد من الدروس ولا ننسى أن إداعة محمد السادس وقناة كانت حاضرة كذلك حضورا قويا في هذه الجائحة من خلال إقامة برامج إداعية وبرامج الفازية وأكثر من هذا أنها خصصت برنامج للجالية المغربية خلال رمضان يعني وشاركتم أنتم والعداد من الوعات في هذه البرامج يعني كيف كانت مشاركتكم وشاركتكم بعدة دروس أنتم والعديد من الوعات لا أذكروا الأسماء كلها ولكن مع الوعات كيف كانت المشاركة للكم وأنتم تقومون بالوحد الواجب له وواجب وطني وواجب ديني في نفس الوقت نعم كما قال أستاذنا الفاضلة سيدة نعمة عضوات المجلس العلمي المحلي بالريبات أن الأنشطة الدينية عن بعد يعني تضاعف عددها أكثر مما كانت بالمساجد ومن خلال تجربتي في هذه الفترة الجائحة كنت أتلقى كثير من الأسئلة يوميا عبر الهاتف أعتقد أن المجلس العلمي ربما الأصداق ربما يقدمون الهاتف الوعات أو شي حاجة بحركة فكنت تلقى كثير من الأسئلة وأجد متعة في التواصل مع الذين يسألوننا في مواضع مختلفة كذلك كانت هناك مجموعة من الأنشطة على مستوى قناة محمد السادس وإداعة محمد السادس هذه الأنشطة واكبت أيضا بدعم غير مباشر لجمهور المواطنين ومواطنات دعم ديني وروحي وعلمي وفكري فشاركنا في مجموعة من الأنشطة منها ما قمت بإعداده كبرنامج شخصي سأتحدث عنه ومنها ما دعيت إليه نعم من ضمن هذه الأنشطة هذه السهرة التي قمنا بها ليلة القدر يعني أمسية دينية أمسية دينية في استوديو الإدعاء نعم وكان جلوس دينا يعني يحترم التباعد رغم أننا في استوديو أربعة أفراد مع التقنيين وكنا رغم جلوسنا هذا يعني كنا نحترم التباعد تدابير الوقائية تدابير الوقائية وقمنا بهذه السهرة الدينية ليلة القدر يعني دامت تقريبا ساعتين متسعة إلى 11 ليلة وكنا نتلقى فيها أسئلة من بعض المواطنين وتواصلنا فيها مع مجالس علمية أخرى يعني في المغرب منها المجلس العلمي ديتالو دانت مع رئيس سيد الحسن ليزيد ومجالس علمية أخرى ببركان وغيرها وشاركوا معنا في ذلك اللقاء كذلك البرنامج الذي كان يقدمه أستاذنا سيد تامي الحراق جولتار المعاني يعني قمنا ببعض المشاركات فيه ومنها الحلقة الآخرة التي تأخذت عنوان الإيمان دور الإيمان في زمن المحل نعم حتى وفيه ساعتين في ساعتين وحلقة فيها ساعتين ثم قمنا بإنجاز برنامج تم إدراجه في البرنامج الكبير الذي تم إطلاقه في رمضان تحت عنوان نفحات أونس مع مغاربة المهجر السادس وشاركنا فيه بالعنوان الذي كان يطلق وعظ وتبلغ وهو العنوان المستمر الآن في هذا البرنامج شاركته بأربعين حلقة في برنامج خاص يتعلق بعنوان عام معرفة الله طريق الفلاح وتطرقت فيه إلى أسماء الله الحسنى على منهجي سيد أحمد بن عجيبة في كتابي البحر المديد فكنت أتناول كل اسمي من أسماء الله الحسنى فأتحدث عن تعريفه وخصائصه ثم أتحدث عن درجة التعلق بهذا الإسم ودرجة التخلق بهذا الإسم ودرجة التحقق بهذا الإسم إذن هذه مجموعة البرنامج وإلى جانبي كان هناك كثير من الأستيدا ما يقرب من عشر أستيدا شاركوهم أيضا بدورهم بنفس إذا المجلس العمير كان حاضرا في كل هذه الأنشطة الحمد لله كان هناك حضور كبير ومعلوم أن قناة محمد السادس وإداعة محمد السادس هي إداعة يعني محموبة لدى جمهور المواطنين المواطنات وخصوصا مغاربة العالم يعني يستمتعون بالاستماع إليها ومشاهدتها إنك لو كنت راكبا في حافلة أو في طاكسي يعني هي القانة التي يستمع إليها يعني قانة ناجحة بامتياز وهذا لا نقوله من باب ما يشهد به الواقع فهذه يعني مجموعة هذه الأنشطة الذي يمكن أن أستخلصه من هذا الكلام وهو أن يعني في المحن كما يقال منح هذه التجربة التي أخذينا في هذه أشهر الثلاثة يعني راكمت جهود المضاعفة للوعاد والواعظات وجعلتنا نجهد أكثر من ما كنا نجهد في البحث وفي التفكير في طرق الخطاب في طرق الخطاب وفي طرق التواصل وأنا أعتقد بأن هذه ستكون نقطة انطلاق صحيح هذه ستكون نقطة انطلاق ولهذا في اللجنة العلمية التي تشرف على هذا الشرطة القصيرة السمعية البصارية اللجنة علمية محققة ومدقيقة ومنهم الأستاذ دكتورة نايم غنب التي لا تألو جهدا في الملاحظة التي ينبغي ملاحظة وهي ملاحظة علمية نعم ونتقبل تلك الملاحظات بعضنا البعض بصدرين رحب لأن لله وفي الله لأجل تصحيح المفاهيم وفعلا كانت هذه الملاحظات مفيدة في تطوير الآداء طرق الآداء وإن شاء الله سيستمر هذا الخير ليزداد ليزداد نموه وليزداد عطاءه إن شاء الله وهذه المجهودات الحمد لله وهذه أنشيطات وهذا الدور للإداعة وأخير الأستاذي هذه مكرمة من المكارم للأمير الممين الحفظ الله ونصره هذه القناة لسبحات قناة المغاربة أجمعين كما تفضلتم سيدي ونعود لأستاذتنا الفاضلة الأستاذة نعيم غنام بعدما تحدثنا عن علاقة تأثير الدين بهذه الجائحة وعلى البرامج ودور الواعيدات ودور المرشدات ومجهودات التي يبدأ في إطار الجنة العلمية نقول ونحن بحمد الله تعالى نحن على أبواب الخروج من هذه الجائحة إن شاء الله بفضل المجهودات المشتركة لجميع فئات المجتمع لجميع المؤسسات الوطنية وبدون استثناء كيف تنظرون إلى المستقبل هل يعني وهو ليس سؤال في الحقيقة وليس بسؤال وإن كن لسنا نقول بأن هذه الجائحة أعطتنا عبرة لنقف وقفة تأمل وتدبر كذلك في برامجنا في طريقة وضينا في طريقة التبلير في طريقة الواعيدة هل هناك الآن بدأنا نهيئ لبرنامج ما بعد جائحة كوفيد-19 برامج دينية طريقة التبلغ التواصل منصة الإعلامية هل سنتوقف أو هل سنستمر بمنظور جديد ومستقبل جديد إن شاء الله بالنسبة لنتائج هذا التواصل وهذه المدة التي قامت فيها النساء بهذا التواصل عبر هذه التقنيات الحديثة يعني كان هناك تقييم لهذه الدراسات وهذه الأمور التي نشرت فكانت النتيجة يعني الجمعهن في موقع سمي بموقع فاطمة الفهرية للتكوين نعم يعني فيه يعني تقوية وبالنسبة للمرشدات والواعظات والمحفظات يعني تمكينهن من تقي بمعارفهن من ناحية اللغوية ومن ناحية تلوة القرآن الكريم ويعني الآن شرعنا في في العمل فيه وكذلك أصبحنا يقرأنا حزبين كل يوم وكذلك يقرأنا سورة الكيف كل جمعة يجتمعنا عليها ونقيم هذه القراءات ونصحح لهم إذا كان هناك ما يحتاجوا إلى التصحيح ثم هناك دروش في تنمية ذاتية للواعظات كل المؤطرات الدينية وكذلك هناك دروش واضية ودروش في السيرة النبوية لتقوية مداركهن ومعارفهن نعم شكرا سيدتي شكرا أستاذا هذا بالنسبة لما يتعلق طبعا بالمنظور المستقبلي لمجلس العلمي فما يتعلق بخالية المرأة نعم شكرا لكم سيدتي ونعود من جديد المشاهدي الكرام عند الأستاذ يوسف حاني الذي يشارك معنا عن بؤد لنطرح عليه سؤال آخر قبل اختتام هذه الندوة ويتعلق السؤال أستاذ يوسف حول منظور المستقبلي عيشنا وعاش المغاربة والمجلس العلمي بمجهوداته بكفاءاته وبآلياته هذه المجهودات وبمواكبته القيمة لهذه الجائحة كيف تفكرون في تدبير المستقبال من خلال الخطاب الوعظي من خلال البرامج الوعظية من خلال منصات الإعلامية لاش كأن لديكم كونتم فكرة الآن وتجربة وعبرة بعد هذه التجربة بعد هذه المنحة إذا شئنا إلى هي كيف تدبيرنا ذلك سيدي يوسف حاني نعم أستاذ دينيا في الحقيقة الجائحة هي نحنة ولكننا كان في طياتها منحة ومن المنح لها الجائحة أننا سلقتنا مجموعة من الأمور التواصل مع المواطنين المواطنات كان فقط ربما كان التواصل كان يتم معبره يعني قاعة مجالس العلمية المساجد ولكن مع هذه الجائحة أصبحت لنا قنوات أخرى يمكن التواصل بها مع عمة المواطنين والمواطنات ولذلك الذي أقول أنه ينبغي يعني أن نستثمر بشكل كبير هذه التقنيات الرقمية تثمار كبير لهذه التقنيات الرقمية وكذلك أن نستثمر كذلك تلك الطاقات الشابة هذه المرشدين والمرشدات كلهم شباب كلهم شباب فيهم شيخ أبدا هذه الطاقات الشابة يعني أظهرت خلال هذه الجائحة ابتكارات وأبدعت وبرعت في مجموعة من الأمور لش كأننا بعد الجائحة أو في هذه الأيام سنقوم يعني بواحد تقرير شامل هذه المجهودات التي قام بها أما المرشد والمرشدات وقام بها الوعاد وقام بها المجلس العين وحتى تقييم لهذه المجهودات واستثمار هذه المجهودات في المستقبل والمستقبل هو لش كأنه لهذه التقنية الرقمية ولذلك لش كأننا في المستقبل أننا ندير دورة كوينية لوعاد المجلس العلمي للأيام المرشدين ومرشدات فهذه التقنيات الحديثة وكيفية التواصل فيها مع مع الناس يعني جميع الناس هذا أول شيء ثم أمر آخر حتى لا أنساه لم أذكره قبل وهو أن بالنسبة للعمل لم يكن عمل أئام المرشدين ومرشدين لم يكن فقط في المجال الديني يعني من خلال دروس المحاضرات كان كذلك الجانب الاجتماعي حاضر وحاضر جدا أذكر لك مثلا مبادرة قام بها الأئمة المرشدون ومرشدة الرباط مبادرة اجتماعية وهو أنهم قاموا بدعم كل إمام مرشد في الرباط قام بدعم أسرة قام بدعم أسرة براتب يعني حددناه شهري قدمه لأسرة بالإضافة إلى حتى يكون فقط ما يكونش فقط حديثنا يكون عبارة عن كلام بل فعل بما أننا نحط المواطنين على المساهمة في صندوق كورونا ونحط المواطنين على التضامن وعلى التآزر وخاصة في شهر رمضان شهري التلآزر والتضامن والرحمة فبما أننا ندعو الناس إلى ذلك فكذلك أننا طبقنا أول ما نطبقه ونطبقه على أنفسنا فكان هناك تبرع لجميع المرشدين والمرشدات أو أغلبهم للأصار بل منهم من أتى بأكثر من ذلك هناك من المرشدين المرشدات من الشخص ساهم بخمس أصار عشر أصار مساعدة عشر أصار إلى خمس أصار وهناك من دعو ناس آخر وشارك هذا الجانب الاجتماع احتل أغفله ساهم به الأين من المرشدين والمرشدات كذلك أستاذ الدنيا بالنسبة لمستقبلا لشك بأن أهم شيء هو هذا التواصل الرقمي التواصل الرقمي يجب أن يستمر وهذا ما ذكره السيد الوزير السيد الوزير ذكر بأن عمل المجالس العلمية عن بعد ستستمر بعد حتى يعني بعد ذهاب وزوال هذه الجائحة إن شاء الله تعالى إضافة سيكون شيء جديد بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الناس في المساجد وفي المجالس العلمية سيكون هناك برامج خاصة خاصة لهذه المستحات وخاصة لهذه الوسائل التواصل الاجتماعية والمجلس العلمي له يعني خلال هذه الفطرارة كان عنده واحد الموقع يضع فيه جميع تسجيلات وجميع المحاضرات والندوات التي كان يقوم بها فلاش كأننا سنستمر على هذا العمل الذي قمنا به سيكون هناك مجموعة من الدروس مجموعة من المحاضرات في مجالات متعددة وتكون تكوينات كذلك في هذا المجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وعبر الصفحة الرسمية للمجلس العلمي المحلي لرباط وكذلك عبر موقع المجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط شكرا التي تم حورت حول تأطير الديني وعلاقته بجائحة كفيد 19 ودور مجهودات المجلس العلمي ككلمة ختمية منكم سيدي الفاطئ مسأل الله سعلا أن يبرك جهود هذه المجالس العلمية لأنها تشكل قوة دائمة لأرواح المسلمين والمسلمات في هذا البلد الأمين فيتدعم هذه الطاقة الروحية في بلدنا زمن الجائحة قدم لنا دروس وعبرا من خلال ممارسة الإرشاد الديني عن بعد وهذه الدروس وهذه العبار هي تكوين المستمر في مجال مهارات الوعد والإرشاد ونحن دائما كما هو معلوم في المجلس العلمي عندنا لقاءات تواصلية للوعاد والخطباء والأئمة والمؤدنين وفي هذه اللقاءة التواصلية تتم مراجعة ومدارسة هذه المناهج وهذه المهارات وهذه التقنيات التي لكن زمن الجائحة هذا فتح لنا أفاق أخرى جديدة لنطل عليها والتي ستجعلنا نرسو لمراجعتها ومدارستها ستنكون آلية العمل من خلالها جديدة نعم بشكلنا جديد مستقبل إن شاء الله إن شاء الله وتعالى وسادة نايمان نتمنا منك كذلك كلمة ختمية حول هذه الدولة التي حقيقة كانت ماتعة وامتعة ونرجو من الله سبحانه وتعالى أنكم نحققنا الغاية من تنظيمها في إطار المجلس العلمي المحل بالرباط وبفضلكم وبفضلكم كما قال الأستاذ الفاضل يعني هذه تجربة ولو أن فيها يعني عناء ومحنة ففيها كذلك يعني فوائد وفيها منح من الله سبحانه وتعالى ف يعني تضح المستقبل يعني أمام الجميع لا من ناحية الإطار النشوي ولا من ناحية المغرب كافة يعني يجب يعني استنتجنا أنه يجب كل البلدان أن تعتمد في بعض المرافق على نفسها وأن تطور صناعاتها ومجالها طبي وكل المجالات وتضع ثقة في أبنائها وفي شبابها وهذا يعني تضح والحمد لله بقيادة رشيدة وإن شاء الله نتمنى مستقبلاً زائراً لبلدنا وللعالم إجمع إن شاء الله ونطلب الله تعالى أن يعزينا بيقطع ذابير هذا الوباء وأن يحفظ بلدنا وجميع بلدان المسلمين ويعفو عننا ويبارك هذه الجهود إن شاء الله شكراً لكم سيدتي على هذه الكلمة المؤترة والطيبة والصادرة من أعماق القلب ونعطي كذلك مشاهدي كرام كلمة ختمية لأستاذ يوسف حاني الذي يشارك معنا وهو مشكوراً عن بعد في هذه الندوة أستاذ يوسف حاني هل من ممكن كلمة ختمية حول هذا الفضاء الحمد لله وحول هذه الندوة المتميزة بسبب الكلمة الأخيرة ستكون حول يعني الجائحة كما قلت كانت في طياتها ملح ومنح كثيرة ومن الأمور التي عشناها خلال هذه الجائحة في شعبنا المغربي وهو تلك القيم قيم ضرزت بشكل كبير وقيم التضامن قيم تعاون وقيم التسامح هذا القيم ينبغي أن تستمر معنا أن نستمر بعد الجائحة تبقى دائماً هذا القيم قيم التضامن الإنسان يقدم بعض المال وقدم الأكل الجار وقدم ما تصر له يبقى دائماً هذا الخير يعني متدفق ودائم هذا يعني لا بد أن يبقى هذا الخير دائم ومتدفق وكذلك رسالتي هو أن أنه ينبغي أن نستمر تقنيات الحديثة في الاشتغال ينبغي أن نستمرها إلى جانب يعني التواصل المباشر مع المواطنين ينبغي أن نستمر هذه التقنيات الرقمانة الحديثة وهذه يعني الإبداعات التي ظهرت في المجلس العلمي المحلي للرباط الإبداع الشباب وإبداع الوعاد وإبداع المرشدين وإبداع الخطباء والاستطاعة ديالهم توصيل وحدة الرسالة للناس ينبغي أن نستمر هذه الوسائل وأن نبقى دائما نرسل هذه الرسائل الإيجابية للمواطنين والمواطنين شكرا لكم سيدي يوسف حاني ونتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات وليقات إن شاء الله وكخلاصة مشاهدي الكرام لا بد أن نقول حين أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن المغرب المملكة المغربية استطعت بفضل مجهودة أمير المؤمنين حفظه الله ونصره أن تواجه وتواكب هذه الجائحة ونحن نعلم والتاريخ يشهد عن البعد الإنساني والاجتماعي الذي حرص عليهم لنا أمير المؤمنين حفظه الله لمعالجة ومكبتها الجائحة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وبعد إذنكم مشاهدي الكرام سنطلب من السيد الأستاذ عبد كامل أبو العمان أن يختم لنا هذه الندوة بدعاء إن شاء الله رحمة رحيم قبل أن يدعي مشاهدين الكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عمينا سواء فظلمنا أنفسنا فغفر لنا فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت أسأل الله تعالى العلي القدير أن يفعلنا البلاء أو الوباء وأن يعجل لنا بالفرج وأن يعجل بشفاء المصابين وأن يرحم من فقدناه في هذه الجائحة وأن يتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته وأن يرزق أهليهم الصبر والسلوان أسأل الله سبحانه تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما يحبه الله تعالى ويرضى آمين أسأل الله تعالى أن يبارك في جهوده وفي عمره وفي وقته وفي كل أعماله وأن يقر عينه بسمو ولي عدي الأمير مولاي الحسن وأن ينبته الله تعالى نباتا حسن وأن يشد أزره بشقيقه سمو الأمير مولاي الرشيد وأن يحفظه في سائر أسرته الكريمة نسأل الله تعالى أيضا ونحن في هذه الأيام المباركة منذ القعدة من أشهر الحج أن يتغمد فقيد العروبة والإسلام مولانا محمد الخامس بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته كما نسأله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته مولانا جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله طاراه وأن يكرم مثواه أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يخفف العناء والبلاء عن جميع العالمين إنه على ما يشاء وقدير وآخر دعوانا أن يحبب لله وطل العالمين شكركم فضيلة الأستاذ سدي عبد الكامل أبو العمان ودوري أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم لهذه الندوة وشكر الموصول الأساتي للأجلاء الذين شاركونا في هذه الندوة في كل من أستاذ سدي عبد الكامل أبو العمان والأستاذ نعيم غنام والأستاذ يوسف حاني والشكر من وصول طبيعة الحال إلى سيد رئيس المجلس المعلي المحلي بالرباط الذي دعم واكب هذه الندوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته